اسرائيل تبلغ روسيا وامريكا بكل ضربة تريد تنفيذها على الاراضي السورية بحكم السيطرة والنفوذ فلماذا لا تخبر موسكو نظام اسد او ايران بها وفقا لنائب مدير مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية فان اسرائيل استهدفت في الثلاثين من اكتوبر تشرين الاول الماضي منشآت تابعة لميليشيات اسد قرب منطقة مرتفعات الجولان بثمانية صواريخ موجهة من طراز ديليلا الضربة جاءت بعد ايام من لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتي وزير الاسكان الاسرائيلي زي اف آل كين كان اعلن ان الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما ان الدولتين ستستمران في تنفيذ الية تفادي الاشتباك في سوريا مضيفا ان روسيا لن تعوق الحملة الجوية للجيش الاسرائيلي على المواقع الايرانية وميليشيا اسد التفاهمات الجديدة التي توصل اليها بينيت وبوتين تتضمن وحل الخلاف حول الغارات الاسرائيلية على المواقع الايرانية ما شكل تراجعا روسيا محدودا عن مواقف سابقة وفق ما نشرته الشرق الاوسط عن مصادر روسية تعاهد رئيس الوزراء الاسرائيلي باعطاء موسكو معلومات اكثر دقة وفي وقت اطول قبل تنفيذها كما تعاهد بان تصبح الضربات اكثر موضعية وان لا تستهدف البنى التحتية ورموز نظام اسد وان تقتصر على المواقع الايرانية لا يريد احد ازاحة بشار تضغط موسكو على اسد لتغيير سلوكه من اجل زيادة انفتاحه على بقية العالم مع اضعاف الوجود الايراني في سوريا كجزء اساسي منه الكاتب الاسرائيلي ليكس فيشمان في مقال له بصحيفة يداعوت احرانوت قال ان اسرائيل لا تضغط على ايران وحسب بل تضغط ايضا على الاسد لكي يفهم ما يجب ان تكون عليه خطوته التالية وبان بشار قد سائم تحالفه مع طهران والذي يشعر انه يعوق جهود اعادة تأهيله في المنطقة هكذا تجد اسرائيل وروسيا نفسيهما في نفس الصفحة على الاقل حتى يقرر الروس خلاف ذلك اينما يسمى محور المقاومة من خيانة اسد سؤال برسمهم يبقى ان نعلم ان اسرائيل نفذت مئات الضربات الجوية ضد النظام والميليشيات الايرانية اغلبها شحنات اسلحة موجهة لميليشيات حزب الله التي تقاتل الى جانب ميليشيات بشار داخل سوريا